مصر فيها طيارات فكرية كتير وبالتالي فيها طيارات اقتصادية أو الاجتهاد السياسي كتير كلنا على حسب الايدولوجيا اللي هو مؤمن بها وده طبيعي جدا لو احنا اعتبرنا انه انا في عندي طيار سياسي واحد ابقى غلطان اقسف طيار يساري واحد ابقى غلطان لانه الطيار اليسار المصري متقسم لأكتر من لون لو صح التعبير او اكتر من طيف طيب السواد الاعظم عدديا على الاقل زائد متحدثين على صعيد اخر مهمش اليسارين الماركسيين خالص خالص فضل منهم اتنين تلاتة مثلا ممكن اكون واحد منهم ولا بكلمه بجد والسواد الاعظم من اخوتنا واصدقائنا واسدزتنا النصريين القوميين النصريين حلو جميل انا بس ادعوهم انه هما يرجعوا الخطب المصورة للزعيم الراحل خالد الذكر جمال عبد الناصر ويشوفوا الزعيم جمال عبد الناصر كان بيتكلم ازاي عن الاقتصاد المصري وبيتكلم ازاي عن الاجراءات اللي هتتخذ بخصوص الاقتصاد المصري وبيتكلم ازاي عن الوقفة العظيمة التي يجب ان يقفها الشعب المصري دعما لبلاده وسياسات مش شد الاحزمة وانما تضييق الاحزمة واذكرهم بان مصر في مرحلة من المراحل توقفت تماما عن الاستيراد هل ده احنا عايزينه يحصل دلوقتي لا هو خطاب ستينياتي ابن مرحلته خد بالك ستينياتي ابن مرحلته ابن زمنه ابن تداعياته السياسية وتفاعلاته السياسية المختلفة ابن العلاقات المصرية مع الغرب كانت او الشرق لكن انا بس عايزهم يرجعوا تاني للفيديوهات او للخطب المصورة المتلفدة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر قبل ان يقوموا بالتنظير ومع حبي واحترامي يعني انحيازي بيقول ان المراكسين بالتأكيد بفهموا في الاقتصاد اكتر من النصريين ممراحل حدش يزعى ليا لكن مش دي القصة انتو فاهمين كل حاجة ارجع لخطبات الزعيم جمال عبد الناصر وقل لي وانا بسألك السؤالة هو ايا كان المفكر الناصري الزعيم الناصري السياسي الناصري الكاتب الناصري ايا كان اسمه ومهما على قدره وحجمه على راسي من فوق مستعد مستعد لتطبيق كل اللي تقال فيه كلمات الزعيم جمال عبد الناصر دلوقتي لو مستعد اطلع اقول كده بصوت عالي لو مستعد اطلع اقول كده بصوت عالي ويمكن زي بقى المحمد شادي هو طب يا جماعة يلا بينا نتجه الى اتجاهات اكتر لبرالية في الاقتصاد لأ الشعب طيب يلا بينا نتجه الى اتجاهات متعلقة بان الدولة تشتغل في الصناعة الكذا والاستثمار الكذا لأ اطرقوا الاقتصاد حرة انتوا عايزين ايه عمل بالضبط زي شغلانتنا كده تنتقد الحكومة ناس تزعل تثني على الحكومة ان قامت بأمر جيد الناس تزعل طب عايزين مننا ايه لأ جماعة احنا لازم نبقى موضوعيين منطقيين فنثني على الجيد وننتقد غير الجيد عاوز تمشيها كده نبقى واضحين اطلعوا من الحوار الوطني با امور واضحة برامج واضحة خاضعة للتطبيق الفعلي والعملي للحالة المصرية في هذا الزمن في هذا الحال بكل التفاعلات السياسية والاقتصادية والعسكرية اللي حوالين في المنطقة وفي القارة وفي العالم يا رجل ده اوكرانيا والصين وفلسطين واليمن واربيل في العراق وجنوب لبنان وسوريا والسودان وليبيا قولي حتة في الدنيا هادية غير الولايات المتحدة الأمريكية وعندهم خنائة السياسة وخنائة الانتخابات انا مش هقولك احنا في الجنة لا ده احنا يعني اهو بنقدف ماشي بنقدف في ظل اللي بيحصل لي ده كله ولازم تفرق ما بين حاجتين ولعل بينهما أمور متشابهات انا عندي أزمة في المصار والتوجه والقرارات الاقتصادية بتاعتي ولا انا عندي أزمة متعلقة بالدولار ده اللي بختلف فيه مع شادي لا اهو انا عندي مشكلة كبيرة في ان انا بدفع ثمن خطوات وقرارات خدتها انا خدت قرار انه ما فيش حاجة اسمها الاخوان المسلمين خدت قرار ان الاخوان مش هيحكموا في اي حتة في المنطقة العربية خدت قرار ان انا احمل منطقة العربية كلها بجملة شديدة الوضوح مسافة السكة خدت قرار ان انا احمل منطقة العربية كلها من حكم الاخوان ومحاولاتهم للاستلاء على الحكم خدت قرار ان انا ابني البلد دول أكتفي فقط بمحاربة الإرهاب وتحملت خسائر اقتصادية ومالية قدرت بربعمية وخمسين مليار دولار في سنتين من حداشر لاربعتاشر سنتين فطورتهم كانت ربعمية وخمسين مليار دولار ده غير بقى حرب الإرهاب دي كانت مية وعشرين مليار جنيه فيجي حد يقول جماعة مصر عملت إيه بالمية وستين مليار اللي استلفتهم بقولك أنا خسرا ربعمية وخمسين مليار تقولي عملت إيه بالمية وستين اللي انت استلفتهم طب هو احنا كنا وشربنا والبسنا واستوردنا عربيات زي ما كان بكلم من رئيس قل ده فطورة استراضة العربيات لوحدها اربعة ونص مليار دولار سنويا لو حسبناها بالمتوسط في العشر سنين اللي فاتوا هنقول تلاتة تلاتة في عشر ادي تلاتين مليار عربيات بس هو احنا بنينا البلد بالإيه أنا بكلم بأمانة بنينا البلد بإيه يعني بنيناها بإيه بالعصائي السحرية اتبني يا مدينة اتعمل يا طريق اتحفر يا قناة اتبني يا مصنع اتطور يا مواني ده انت اتطورت عندك عشرين مينة عشرين مينة اتطورت علشان توصل لإيه اتطورت علشان توصل لإنها تبقى زيها زي المواني اللي موجودة في أوروبا زي مواني هولندا على سبيل المثال يعني وده الواقع ده كان ببلاش مثلا جاي النهار ده واحد يقول يا طرى عملتوا ايه بالمئة وستين مليار عملنا إيه هو احنا بنكل بكم في السنة يعني اللي بيقول الكلام ده ممكن بس نسأله كده هو حضرتك عندك الرقم احنا بنكل بكم في السنة بنا يا كل ولا ما يصور الحل اللي عندنا اللي بيبعت الولاد عشان يتعلموا في حتة بره بيدفع كام كلهم بقى دول بيدفع عندي كام طالب جامعي بيتعلم خارج جمهورية مصر العربية فتدفع له مصاريف وإعاشة وإيجار قوضة ومش عارف ايه كام في السنة والدولة اللي بتوفرها طيب بتعملش حاجة شوية شوية تفاقمة الأزمة بيقولوا ايما أنا بوفرها باضطرش تريم السوق السود طيب هو المصدر بيحط فلوسه وبيغيرها يعني عائدات التصدير بتخش البنك المركزي ولا بتفضل في حسابك أو في حسابات بره طيب وبتوع السياح معليش حدش يزعل المفروض إن أنا عندي 14 مليار دولار سياح دخلوا لا نصهم تقريبا أكتر من النص شوية أقل من النص شوية ويتحولوا على حسابات من بره بره وبددخلهاش هنا هتقول يوسف محلز من الفكر وبددخلهاش هنا ليه أقولك بالمناسبة هو طول عمره ما بيدخلهاش هنا نفسي نفسي بس لها أنت كنت مسدق إن زمان الدولار كان بجد بخمسة جنيه ونص طيب بقى أرجع بقى الاحتياطيات بتاعة البنك المركزي لما كان بخمسة ونص وارجع للبلد اللي ما كانش بيتدق فيها مصمار لما كان بخمسة ونص